في السنة النبوية هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم توجيها واضحا مثلا لأحد الصحابة في قضية علو الهمة؟ هو نجد في السنة النبوية كثير من النصوص مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس رضي الله عنه يقول له احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرفه عن كثرة التشكي والتلاوم والبكاء على الماضي أو البكاء على الأطلال كما يقولون ويرشده عليه الصلاة والسلام إلى الاستعانة بالله عز وجل وعدم العجز أيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل لأن هذه متلازمة وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل أيضا نجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نماذج لأولئك الصحابة من ذلك الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي خرج فوجد على بابه ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه فقال له ما جاء بك يا ربيعة يعني الوقت متأخر من الليل فقال يا رسول الله جئت أتسمع دعاءك أريد أسمع من الذي تدعو به ولعله تعرض لك حاجة فتبعثني فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ربيعة سلني يعني خلاص أنت رجل صاحب هم أطلب ما تريد وكان باستطاعة رضي الله عنه أن يطلب مالا أو أن يطلب أن يقطعه أرضا أو غير ذلك لكنه قال يا رسول الله أمهلني المسألة دي يحتاج إلى تفكير يحتاج إلى تفكير فلما جاءه قال له يا ربيعة سلني قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة ما شاء الله الله أكبر قال له أو غير ذلك يعني هذا طلب صعب أو غير ذلك قال ليس إلا ذاك فقال له فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجده إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطير حتى هنا لم يقوله خلاص أدعو لك تكون مرافق في الجنة وإنما كلفه بالعمل لابد من بذل وكذلك من الهمم العالية ما كان من شأن أبي بكر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من منكم اليوم أصبح صائما قال أبو بكر أنا يا رسول الله من منكم اليوم تبع جنازك قال أبو بكر أنا يا رسول الله من منكم اليوم عاد مريضا قال أبو بكر أنا يا رسول الله من منكم اليوم تصدق على مسكين قال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تجتمع هذه الخصال في عبد من عباد الله إلا دخل الجنة لكن يا شيخ البعض يشغب على هذا الحديث يقول يعني الحديث ورد في سياق أنه السؤال كان في وقت صلاة الفجر ويعني كيف أدرك أبو بكر أن يفعل كل هذه الأفعال والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اليوم يعني الناس كانت نائمة يتبعا صاحب الهمة الدنية يستصعب كل شيء أولا هو هذا الحارثة كانت في صلاة الفجر الحديث صحيح أنا الآن ما يحضرني لكن لو فرض أنه في صلاة الفجر الآن يا أخي بعض الناس من ذوي الهمة الدنية نسأل الله العافية يستغرب لو قيل له بأن فلانا هذا يصلي الصبح كل يوم في المسجد يرى هذا عجيبا نعم يراه من العشر المبشرين بالجنة بينما إنسان آخر يرى نفسه مقصرا وفي يعني ما أتى إلا بأمر يسير ويسأل الله القبول ولذلك عبد الرحمن بن عوفر رضي الله عنه لما كان صائما وضع الطعام بين يديه نظر إليه ثم دمعت عينه قال مات مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم نجد ما نكفنه فيه إلا بردة إن غطينا رأسه بدت رجلاه وإن غطينا رجليه بدى رأسه وما منا أحد اليوم إلا وعنده كذا وكذا إني أخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا ثم أمر بأن يرفع هذا الطعام يعني أنظر إلى إنسان يعني كان صائما ما كان في معصية ولا كان في كذا ثم بعد ذلك لما رأى نعمة الله عز وجل بدأ يقارن نفسه بذاك الذي مضى في سبيل الله شهيدا وما نال من الدنيا شيئا هذا كله وهؤلاء الصحابة لم يشهدوا الكهرباء والماء الذي يأتي في الصنابير إلى البيت نعم ولا التكيف نعم ولا وجدوا هذه الثياب ذات الأشكال والألوان ولا وجدوا المراكب الفارهة ولا السكن المنيف لا سأل الله سبحانه وتعالى أن تغمدنا بـ